يعني بزميتك مثلا عايزة تخذك كله وروح لمين وروح لأخوكي محمود اللي معاه على قلبه قد كده ومه برضو حقه يعني يا احمد يعني أنا هعمل ايه يعني مش ما عميني بقى تعمل ايه أنا عايزك اليومين دولت بتحت رجل أمك أمك ستة كبيرة ورجلها والقابر وقعدة طول الوقت انك عندها خوكي ما بتمشيش من عنده ومرأة خوكي واتلب عليها حلاوة اه تصدق ده حتى الغوشتين بتوع أمي لقيتهم المرة اللي فاتت لما رحت لها من شهرين لقيتهم في ايد مرات محمود لبساهم يا اخويا وقعدة وما سألت امي وقتلها يوم هو انت دهتها الغوشتين دول ولا ايه وانا مش بنتك مما ليش نصف اي حاجة مدهب اللي في ايدك ده قالتلي لا يا حبيبتي ده ان ايدي يفع حساسية ودتهم لها تعينهم بس هي خفت تسيبهم فلابساهم في ايديهم بتضحك عليك واتسكتك أنا عايزك بقى كل شوية بقى تروح لها وحيك تتبع تروح لها كل شهرين وتريدتها تطلع لامك ده لا انسيها أنا عايز كل يوم كل يوم كل يوم تقوم تنمت تقوم تنمت الاشغر راشا اللي فوشها فاهمان يا راشا اه فاهمك انت تفكر مثلا انا عامل كل الموضوع ده عشاني لا انا عامل كل ده عشانك عشان بيفيدك فلوس يعني وعشان حتى نغير البيت اللي احنا عادين فيه ده عشان حتى لما نجيب عيال يطلعوا كده في حتة حلوة ونضيفة ايو ايو انت معاك حق انا هنزل على طول اروح لامي واشوف مرات اخويا بتعمل لها ايه وعمل لها انا اه شاطرة عايزها دايما كده تبقى خايفة منك خايفة مني اه امال انت مفكرة ايه عشان طول ما هي خايفة منك هتعمل لك كل حاجة انت عاوزها عشان بقى انا بقى ايه مخمخلت كده على عملية انما ايه بتخلينا ناخد كل حاجة طيب حاضر ماشي اسبك انا ننزل بقى لاما واشوف الموضوع ده خلي بالك من نفسك يا حبيبتي ايو امال ايه نطلق احنا من المولد بقى لحمص امال مش هنلعب بالفلوس ولا ايه يا ماما ما لجز علانة ليه مفيش يا حبيبتي بفكر بس في تعبك يا حبيبتي ما انتش عارفت الاهم العيال ولا من ابني محمود ولا من الترويق البيت للطبيخ وانا كمان عليهم تعباكي وبنتي ما بتسألش فيي ولا بتجي تعمل لي حاجة السلام بقى يا سوسن هو انت خلاص هيئتي مني ومش عايزين اعملك حاجة وانا يا بنتي من غيرك اعرف اعمل حاجة ده انت اللي بتغيريلي وتلبسيني وتحميني وتأكليني وتشربيني بتعملي كل حاجة ربنا جازكي خير يا رب ويقعدولك في عيالك يقدر يا كريم يا رب ويرزقك يا محمود ويوسع رزقك يا رب اشوف الدعوة الحلوة دي بالدنيا وما فيها اروح اجيب لك بقى العلاج واجي عشان مفوط تخذ دلوقتي العلاج بتاعك ماشي ماشي يا حبيبتي طب ثانية واحدة يا ماما شوف مني على الباب اهلا ازايك يا رشا عشم انشافك يا اختي ده انت بقى لك شهرين ما جتلناش خالص توديني جيت اهو يا اختي اتفضلي اتفضلي يا ماما العلاج لا انا جيت بقى هيبعنا اللي هديك العلاج يا ماما وعمل لك كل حاجة اتلع انت بره يا شايماء بره عودي بره مع عيالي تبدل ماما العلاج بتاعها انا هديها كل حاجة اتفضلي انت عودي بره تسيبيني اعود مع عمي شوية يا ست ايه ده انا بقى ليجي شهرين ثلاثة ما شفتهاش ما تسيبيني اعود معاه وعملوا يا حبيبتي هو انا قلت حاجة اتفضل ايه يا ست ماما ما بتنطقش ليه وانا بقى ليش تسيبينيها اديها العلاج تقول لها سيب بنت تديني العلاج ايه ما فيش يا بنت ما هي اللي بتديني العلاج كل يوم واخد بالها مني وخلاص انا جيت هو ما فيش غير شايماء اللي عالحجر ولا حاجة مرات محمود ده هي اللي لزها في عقلك ما انا جيت وخلاص ايه مالك بترجع بعيد عني كده ليه ما فيش يا بنت انت عتضربني ولا ايه اضربك ايه ده انت ست الكل بس انا يعني شايفاني انت يعني مدلعة او مرات محمود ما خلاص طرح ما انا جيت بقى انسيها وبعدين هتلاقيني من هنا ورايح انا اللي جايلك وبعمللك حكتك وحميك وغيرلك وأكلك ولبسك وقعت لاني تحت رجلك ايه ما استحقش يعني انك تاخد بالك مني زي ما انت بتاخد بالك منها لا طبعا يا بنت وانا قلت حاجة ايه ده يا رشو عندنا يا حبيبتي يا ماما يا حبيبتي ربنا يخليك ليه ومحرمش منك ابدا ولا من لمتنا كده يا رب اكلت يا ماما واشبعت الحمد لله اخويا اتعاي حبيبي ده ايه وصلت الحب اللي عالصبح دي ايه ده 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 انا مبسوط قوي بيك اكلت يا ماما اكلتها اكلتها ودتها العلاج وغيرت لها هدومها وخلتها زي الفل هو انت مش شايف ولا ايه بقى ما تدها فرصة تتكلم يا ست في ايه انا مبسوطة خالص ان انا قعدة مع ماما حبيبتي اه 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 يا حبيبي الحمد لله ماشي اسبكوا بقى في القعدة الحلوة دي واروحنا بقى شغل على السلامة يا حبيبي مع السلامة ايه كنت عايزة تقول له ايه كنت عايزة تقول لي انا ما بجلكش وبساعدش عنك وان المراته هي اللي أكلتك ولا ايه لأ يا بنتي وانا نطعت ولا تكلمت ما انا قاعدة سكتة هو انا نزلة رحباتي مع السلامة بقولك ايه امسكي فوقتي خلاها تقعد وتتغدى معاني انا شايفها يعني واخد بالها من ماما وبيتقول ان هي بتجيلها وبتغير لها وبتعملها كل حاجة وانت بتعملهاش الحاجات دي ليه مشانا ايلك خلي بالك من امي يا حبيبي انا انا اللي مغيرالها النهاردة وعملالها كل حاجة هي بس جيت اديها العلاج اختك جيت لنا اللي هدهولها ايه ما عملتش حاجة ده لسه جاي وانا يعني مش شايف بعيني شايفها قاعدة جنبها ومغيرالها وعملالها كل حاجة وقالت لنا اللي عملالها كل حاجة وباجي عملالها كل حاجة كل يوم بعد ما تنزل الشغل هي تجذب يعني يا حبيبي انت مش عايز تسمعني انا اللي بعملها كل حاجتها والله اختك بالها الجه شهرين ما جات لهاش بقولك ايه مش عايز كلام كتير اخد بالك من امي ما تهملهاش حاضر حاضر اللي انت عايزها محمود حظبي الله نعمل وكيل فيك يا شيفة بتجذيبي كمان عشان ايه يعني ايه سيت الكل اجيب لك بقى عشان تتغد وتاخدل علاج بتاعك ماشي يا حبيبتي ربنا يخليك ليا يا رب انت اللي بتعملي حقك كده هو دايما بقولك ايه حبيبتي تنزل النهارده تروح لهم تعودي معاها كده هوم الصبح كده من بدر دلوقت وتعودي معاها وتنتهز فرصة ان مرات محمود مش قاعدة ولا محمود موجود وتطلع الورقة دي وايه الورقة دي ده التوكيل العام اللي الستة هتتنازل فيه عن كل حاجة تملكها لكن انت ايه ده يا ابني اللازينة اخلاها تتنازل عن كل حاجة ليه يا انا اه واصلا انت صعبان علي يعني بعد ان تفضل رايحة جيلها الايام دي ايه حبيبتي طلعي كده ما تاخدش حاجة ولا تاخد كل حاجة اتحبت كده الورقة دي ورين انا بعمل كل ده عشان خطر مصلحتك وعشان خطر اضمن لك حقك محدش عارف اخوك وهو قاعد معا هو ومراته الحربية دي يزنوا على دماغها ويخلوها هي تمضلهم هي احنا عايزين نلحق قابليهم والتاريخ بتاعنا يبقى قابل التاريخ بتاعهم اه تصدق مش بعيدة مش بعيدة اخويا ومراته ويخلوها فعلا تمضي على توكيل عام منها وياخدوا كل الفلوس اللي في البنك وياخدوا العربية وياخدوا الشقة وكل حاجة تملكها شفتي بقى عشان نخيف عليك وعايزك تأميني مستقبلك ومستقبل عيالي لسه هيقولنا ان شاء الله امال ايه هنطلع كده ومن غير ما يبقى لنا حاجة نملكها ماشي ماشي انا هروح لها دلوقتي ووقتي ما لقي كده ان مرات محمود مستخبية في المطبخ ولا قاعدة بتعمل اي حاجة ام طلعها الورقة واهم حاجة طول ما انتها بتخوي فيها هتمضي على طول اه ماشي تمام يلا انا هدخل انا نم بقى وانت شوف مصلحتك وشوفها تعميل ايه يا ابني اللازينة توكيل عام واخد كل حاجة تبقى بتاعتي واركب العربية بقى اللي اخويا قاعد ومدت فيها وعمال ريح جاي بها وسايب عربيته في ايه يا مراتة اخويا مش شايفاني جيتلك البيت تقوم كده تحضريني حاجة ايس كنت هتطبخي تطبخي تطبخي لنا كده اكل وتعميل حسابي معاكو في الغادة ولا تقدميلي عصير تعميللي عصير مانجا فرش كده انا بحب كل حاجة فرش ما ما تجدليش كوباية شايف وتجدلي خد شرابي روح اعملي كوباية عصير مانجا كده وجهز الغداء يلا حاضر يا حبيبتي ده انت لسه جاينا مالحيتش حتى تعودي انا جاي حرانة من تحت تعمليلي شوية عصير كده بللي ريئي قادر يا حبيبتي من عيني بقى قولك ايه يا ماما ايه نعم انا عايزك تمضي الورقة دي وورقة ايه دي يا بنتي ده توكيل عشان ايه يا بنتي يعني ماخوكي بيعمللي كل حاجة وما قاليش تمضي على حاجة مهو ده توكيل يا حبيبتي عشان تعمليلي لنا اللي حق في الادارة في كل حاجة انت عارفة اخويا ماهوش فاضي وعنده شغل وانا اللي هعملك حقك يعني وابضلك ده معاش وكل الكلام ده كل ماخوكي يا حبيبتي مش مأثر معايا في حاجة اعمل كده ليه بقولك ايه يلا امضي على التوكيل ده التوكيل ده توكيل عام عشان اخد انا كل حاجة اخد البيت والعربية والشقة وكل حاجة تملكها تبقى بتاعتي انا طب واخوكي يا بنتي اخوكي ده غلبان عمره مطمع في قرش مني انت تجي تعملي كده يا بنتي اه اعمل اعمل ايه الحجة مرة وجوز عويل لا بتنايل يشتغل ولا بيعمل اي حاجة وما معناش قرش شايف اخوكي عايش في بيت عامل ازاي والبيت اللي انا سكنة فيه عامل ازاي اعملت يا بنتي اللي وفقتها عليه ما قلنا لك زبوري بلا اصبر بلا اتنايل يلا انضي ويلا وخلصين السلام عليكم ازايك يا حبيبتي عامل ايه اهلا اخوك ازايك شايف اكلت ماما هو وخلتها ازاي الفل وزاي الامر قدامك ماشي يا حبيبتي انا نازل اشير حاجة كده من تحته جاي اهو براحتك براحتك يا حبيبي استنى يا ابني استنى ايه عايز اتقول له ايه اشوف الورقة اللي انت جايبها دي انت كمان عايز اتقول له على الورقة اللي انا جايبها انت اتهبلت فعالك ولا ايه ولا انت كبرت فعلا وخرفتك انا خبيته اول ما جاء اياك تنته ولا تقول له حاجة اما كنتش اعرف ان هو موجود لست في البيت ماشي ماشي انا هرث انا عمل ايه الساعة بالزبط والغذاء يكون جايز يا حبيبتي ااه اه اه كدك كده يا ابنت توقعيها حرام عليك هيعشان ستي كبيرة تزقيها هتوقعها بالشكل ده ماما ماما امي يا حد ده امي أعمي يا شيخة ده ستي كبيرة اهو قدامك عιά محمود شايف مراتك بتعمل ايه امك اين يا شيخة ا scriامك انا حاجة توجد الله حرام عليك يا شيخ تضربنانا بالألم يا ماما اكتش حاجة انشك لعي برا برا والله استنى بس استنى والله ما عملت حاجة والله ما عملت حاجة توري ورى فتين دانيا يا ابني يا ابني اوعي تفتحي بقك ولا تنطأ بكلمة ايه ماما عاملة ايه لا حول ولا قوة الا بالله معقولة معقولة مراتك تعمل كده وتوقع عمك والله ما نمصدق بعاني اللي انا شبته ده طب روح روح اقاتكم بقية مية اللي امك كده ايه اي حبيبتي مالك عاملة ايه انا عايز اقولك حاجة بس بعد اختك ما تمشي يا محمود اختي ليه في ايه حاج ما تقولي لا 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 مش هادر اقول دلوقتي لما هي تمشي يا حبيبي طب خلاص بقى خلاص احبتي ما تجميش مية ولا حاجة ماما كويسة الحمد لله خلاص مش محتاجة مية لا لا يا حبيبتي انا كويسة الحمد لله انا هدخل بس ريح جوة كده بقى على السرير خلاص بقى يا مام انا همشي انا بقى كمان طالما انت هتدخل اتنامي وانت يا محمود ادخل يا حبيبي ارتاح شوية كده وانا هتكل على الله شوف بقى جوزي ماشي ماشي حبيبتي خلبيت من نفسك مع السلام لا اله الا الله ايه يا مام ايه اهي 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 مش هتهيت بص يا ابني انا عايز اقولك الحقيقة اختك اللي زقتني مراتك ما تعملش كده مراتك طيبة وبنت قصوت ده هي اللي شايلاني اختك اختك كانت عايزة تمضيني على توكيل عام وانا رفضت وهي حابة توقع الدنيا كده في بعضها عشان تستفرط بي يا ابني وتبقى مراتك مش موجودة تدفع عني فراحت تزقاني وقالت ان مراتك هي اللي زقتني معقولها حق دل انت بتقولي ده ده انا شايف اختي يعني جنبك ووقفة وبتعمل بكل حاجة والله العظيم يا ابني ده اللي حصل مراتك ما تستهل انك تطردها كده بالمنظر ده مراتك بنت حلال وبنت أصول ده هي اللي شايلاني يا ابني بقى لها سنين اختك ما بشوفهاش ما بشوفهاش غير ما تيجي تقولي يا واما هتلي فلوس ولا حاجة وده بكل شهرين كده ولا حاجة تلاها جاي عشان تاخد فلوس وتمشي لكنه عمرها ما خدمتني ولا اي حاجة انا استغربت يا ابني استغربت زي زيك بالظبط ده ملقيتها جايالي كده كل يوم وتقول انا هعملك وسويلك وكل شو هتقومزغ داني في كتفي كده عشان تقولي ياك تقولي لمحمود حاجة اللهم انا مسدقك يا حاجة في ايه ده انا بشوف بعناي اخطب تعملي كل حاجة قدامك يا حبيب وانا هخليك تتأكد ماشي يا حاجة نشوف الو ايوه يا حبيبتي لا يا حبيبتي انا كويسة بخير بقولك ايه بكرة بقى هات التوكيل وهات الجوزك وتعالي يا حبيبتي عشان امدلك عالتوكيل ايوه انت اخطب الفلوس بتاعت انت نفوت تاخديها انت وجوزك اه بعد المرات اخوكي عملته فيه اقامل لها ازاي ماشي يا حبيبتي ما تتأخريش اهو يا سيدي بكرة الصبح هاتتفرج وتشوف كل حاجة بنفسك عشان انت ظلمت الست دي والله العظم ما اتعرف تعوض ازايك يا ست الكل يا ست الناس ايوه كده ده انت وصي ووشك رد فيها الدموي ما اقولي يا ماما تمدلك التوكيل انا مجاهزها اهو جزي مجاهزهولي من زمان حاضر يا حبيبتي همدلك التوكيل اللي انت عايزه انت وجوزك اهو عشان بس اتاخد الفلوس ولو انه صعبان علي يا محمود يعني يطلع كده من غير ما سيبله حاجة ما هو معايا حاجة ما انت قاعدة في فيلا اهو الفيلا دي كلها بتاعته هو عيعوز ايه يعني ايه سيبله نحن الغلبة بقى ايوه يا ماما انت مش شايف اماما البيت اللي انا سكنة فيه عامل ازاي ده قد الحق يا ماما وجار قديم وحاجة يعني يعرة ماشي يا بنت هكتبلك يا حيبتي اللي انت عايزه بس انا زعلانه منك واخده على خطر ليه يا حاجة وليه اللي بس عاملت فيك ايه وانا تفحلك الدام ووقعتني مبارح يا اخويا من على كنبك وقعت على ظهري وانا مش مستحمله صعليك يا شيخ ليه كده معلش يا ماما لك اتوقع بسيطة لما زقتكش جمد يعني ده يا زقة ازغنانك ده بس انت بس اللي عظمك معادش مستحمل يلا ما تزعلش بقى وجد بقى في مرات اخويا ما انا معرفتش اقول من اللي وقعت اتفاجئتي بخويا واقف قدامي ايه ده يا ابو نسب اه اه ابو نسب ابو نسب اللي قاعد وسمع وشاف كل حاجة وانا ما كنتش مسدق وقال لها ماما استحال اخته تعمل كده ياما حظلت اختك وقلت لها عبما صحش انت هتعمليه مع عمك ده بس هي هي بقى اللي اصارت وانا منيش دورة سيبتوكوا بقى علف بعض والله العظيم يا محمود هو اللي خلاني اعمل كده وهو اللي اعمل كده عشان اطلع لك الفلوس كله وتاخده ومحمود اخوكي ما اطلع لهش حاجة اخصى عليك يا اخي ولا الفكرك بتحبني وهتقف في ظهرك في ظهرك ايه لا بس بش درجة ان انت اتحكي على عمك يعني انا عمر ما فكر التفكير ده ابدا ايه يا بنتي في ايه يا بنتي في ايه خاص بي الله ونعمل وكيل فيك يا اخي ايه محمود في ايه ما تطورش اطور اطور على واحد زيك ما يستهلش امشي تطلع بره واختي تطلعها ما تعدش معاه ولا تعد على زمتك ديها واحدة اسمعها من اختك معلش اه اه طلقني اه ازاي هعيش بعد تاني بعد ما اعطيته شر اعمال وخلتني كره التم وكره التخوي حسب الله نعمل وكيل فيك وفي الاخر طول انا اللي اخترت كده وانا اللي اصدت نعمل كده منك لله يا اخي طلقني يا اخي طلقني يلا يا اخوة بالسلام وورقتي هتوصل لنا بكر وانتي وانتي اختي تعملي كده ابو سيدك يا ماما ابو سيدك يا ماما سمحين انا ماليش غيرك يا ماما والله ما انا عارفة كنت هعمل كده ازاي شطان شطان هو قفه قدامي اصالك يا حبيبتي ايه اصالك كده تعملي فييا كده يا بنتي انا اسفة يا ماما انا اسفة سمحين انا ماليش غيرك اروح فين ولا جبنين انا ماليش حد دقريك يا ماما سمحين ارجوك ارجوك بس ما تزعلش مني يا أخوي ما تزعلش مني خلاص يا محمود بقى ما تزعلش وأنا خلاص مسامحها يا حبيب هو الودة اللي طول عمره أقول لها بلاش يا بنت الودة كانت ترتبط بيه هي المصممة عليه معلش يا حبيبي سامحها وهات مراتك يا حبيبي رجع مراتك إنت ترطها يا ابن ويما الهزم ده هي اللي شايلاني والله يا حبيبي وبتعمل لي كل حاج مراتي بنت أصول يا حاج وهترجع معايا إن شاء الله وهتقدر اللي أنا تحطت فيه ده والموقف اللي أنا تحطت فيه وإن شاء الله هجيبها للبيت إن شاء الله وده نصيحة لكل واحدة لو جوزك بيقويك على أهلك ويخليك تستقوي عليهم ده بيبقى الزوج ولا تعرفت أمنية عليك وعلى عيالك وعلى بيتك ولا أي حاجة لأن الزوج اللي من النوع ده بيبقى طماع وكل همه الفلوسه بس